إذا عم بتفكروا تبعتوا منتجاتكن على مستودعات أمازن بالإمارات أو بالسعودية يعني أمازن شرق الأوسط شو هن الأوانين الجديدة يلي صدرتها أمازن بخصوص البار كودز، اليو بي سي كودز، الأفن أس كي يو لعام عشرين عشرين وعشرين وواحدة وعشرين كل التفاصيل رح نحكيهم بهيدا الفيديو خليكن عم تحضروا إذا هيدا أول مرة عم تحضروا فيديو على هيدا القناة هاي أنا كريستل مؤسسة أمازن سيلر سوسايتي أو مجموعة باعة أمازن منساعد الأفراد والشركات أنه ينجحوا بعملون على أمازن تحديدا بمنطقة شرق الأوسط طبعا موضوع اليو بي سي كودز أو الأفن أس كي يو أو البار كودز شيء مربك بالبداية وقتا نبلش عملنا على أمازن ولكن طبعا هيدا الفيديو مش بس للأشخاص يلي عم تبدأ عملها على أمازن ولكن كمان تحديدا للأشخاص يلي حاليا عم بيبيعوا على أمازن باستعمال نظام الـ FBA إن كان على أمازن بالإمارات أو على أمازن السعودية شو هن الأوانين الجديدة وشو هن الطرق الجديدة يلي لازم تتبعون خلينا نبلش بالبداية بأهم موضوع شو هو الـ UPC Code شو هو البار كود البار كود يلي أنتو بحاجة لإله لأي شخص بحاجة لإله وقتا بدنا نعمل إدراج أو لستنج لمنتج على منصة أمازن هو بار كود يعرف بـ UPC Universal Product Code إذا بتطلعوا على معظم المنتجات يلي بتشتروها أغلبية المنتجات يلي بتشتروها بتقوموا بشراءة إن كان من متجر إن كان من سوبر ماركت من أي محل إذا كان المنتج كتاب أو النينة مي بتلاحظوا إنه فيه بار كود على هيدا الكتاب هيدا البار كود مثل رأم بمثابة تعريف عنه لهيدا المنتج طبعا البار كود أو الـ UPC Code اخترعون بسنة 1974 يعني أقدم بكتير من نظام أمازن وشيء موجود دائما الشيء اللي معظم الأشخاص بيضيعوا فيه أو يلي بيسبب لهم إرباك هو كم UPC Code أنا بحاجة للمنتجات تبعي طبعا الـ UPC Code هو بار كود تعريفة للمنتج الأساسي يلي عنا ياه أو المنتج الفردي خلينا نقول يلي عنا ياه يعني أنا إذا عم بيع ألم أسود وهول هن الكاركترستيكس هول هن المواصفات طبعه بدي أشتري له UPC Code وهيدا الـ UPC Code بفوتو على كتالوج أمازن مع كل التفاصيل عن هيدا الألم الأسود حتى لو كنت عم بيع 500 ألم أسود إذا نفس الألم ما ضروري أشتري 500 بار كود باشتري بار كود واحد وبطبعه 500 مرة على كل منتج بينما إذا كنت عم بيع ألم أسود وألم أزرق طبعا حتى لو كان الألم شبيه بهيدا الألم ولكن الألم الأزرق فيه مواصفات مختلفة يلي هو لونه لذلك هو بحاجة لبار كود مختلف يعني إذا كنتوا عم بتبيعوا ألف أطعم من هول الألمين 500 بـ 500 أكيد منكم بحاجة لألف بار كود أنتوا فقط بحاجة لتنين واحد للأسود واحد للأزرق وبتطبعون قد ما إنتوا بحاجة لألون بس شو الفرق بين الـ UPC Code وشو الفرق بين الـ FNSKU يلي هو البار كود يلي منسميه Fulfillment Network SKU يلي هو بار كود داخلي بيستعملوا أمازن داخل المستودعات تبعه طبعاً كل المعلومات يلي أنا عم بحكي عنا هلأ عم بحكي للأشخاص اللي عم يعملوا برايفت ليبل مش الأشخاص يلي عم بيبيعوا بالجملة يعني مش الأشخاص يلي بفوتوا على منصة أمازن وبيلاقوا لستنج بيعجبونه وبقرروا أنه يبيعوا مثل هيدا المنتج تحت نفس الـ Product Page تحت نفس الـ Listing تحت نفس صفحة المنتج وما بدون يعملوا إدراج من السفر هول الأشخاص ماننون بحاجة لـ UPC ماننون بحاجة لأي شي هنه فقط بحاجة للـ FNSKU إذا بدون يبعثوا المنتجات على مستودع أمازن هلأ بتفهموا شوي أكتر عن هيدا الموضوع ولكن للأشخاص يلي عم يعملوا برايفت ليبل يعني يلي عم بيبيعوا منتج ممكن يكون فيه شبيه لإله على منصة أمازن والأرجح لأنه أمازن بالإمارات والسعودية يعني منصتين فيهم عدد كتير كبير من المنتجات ولكن بتكن تعملوا لستنج صفحة منتج خاصة فيكن مميزة لإلكن أنتو بتستلموا كل الصور أنتو بتستلموا كل النص أنتو بتعملوا كل التفاصيل الكلمات الرئيسية كل هول الأشياء أنتو بتكن تعملون لذلك أنتو بحاجة لـ UPC بار كود بحاجة لبار كود تعريفة للمنتج تبعكن أثناء تدخيل كل هول التفاصيل على منصة أمازن ضروري أنه الـ UPC كود يكون مش اختراع طبعاً أمازن بيقولوا أنه ضروري يكون الـ UPC كود تابع لأوانين GS1 شو هو GS1؟ GS1 هي منظمة عالمية بتنظم كل شي بار كود حول العالم أو بتأكد أنه ما في منتجين عنده نفس الـ بار كود لذلك لحتى تكونوا مأكدين أنه المنتج أو الـ UPC كود بالأحرى يلي عم تشتروه هو بار كود صحيح ومش رح يصير عندكم أي مشكلة وقتها تستعملوه على منصة أمازن عندكم خيارين أو بتشترو الـ بار كود مباشرةً من منظمة GS1 أو بتشترو الـ بار كود من authorized resellers يعني موزعين معتمدين من قبل GS1 رح أترك لكم الـ website اللي أنا بوصي فيهم بسندوق الوصف بهيدا الفيديو سو بالبداية نحنا بحاجة لـ UPC كود لحتى نقدر ندخل المنتج على catalog Amazon ولحتى يصير ظاهر على website Amazon ولحتى يحقلنا أنه نبيعه هيدا المنتج هلأ نجي على المرحلة الثانية بدنا نبعث منتجاتنا على مستودع Amazon سابقاً ما فيه أي مشكلة أنه نطبع الـ UPC كود ونحطه على المنتج ونبعث هيدا المنتج على منصة على مستودع Amazon وما فيه أي مشكلة بهيدا الموضوع ولكن هلأ من بعد عدد كتير كبير منكم هلأ حالياً عم يوصلوا messages وإيميلات من Amazon أصبح الموضوع واضح أنه Amazon بحاجة أنه نحنا نطبع الـ FNSKU يلي بيطلعنا وقتاً ندرج المنتج متل ما بتلاحظوا هلأ عالشاشة بتفوتوا على الليستنك تبعكم بتبعتوا تطبعوا print labels وبيطلع لكم الـ FNSKU يلي Amazon بيخترعوه هيدا الباركود ما فينا نشتريه من أي مكان هيدا الباركود Amazon بيعملو لنا إيه أو بيخترعو لنا إيه وقت المنتج يتم إدراجه على منصة Amazon وتينعمله لستنك وقتاً يتحول لـ FBA طبعاً إذا أنتوا عم تعملوا FBM يعني إذا أنتوا عم تشحنوا المنتجات تبعكم هيدا الموضوع منكم بحاجة لألو منكم بحاجة لـ FNSKU أبداً ونهائياً ولكن وقت المنتجات بدأت انبعت على مستودع Amazon بحاجة إنه الليستنك تتحول لـ Fulfilled by Amazon وكمان بتفوتوا بتعملوا print labels إذا بتلاحظوا في عدد كبير من الأحجام تبع الـ FNSKU اختاروا الحجم يلي مناسب لإلكن ويلي مناسب للمنتج يلي أنتوا عم تبعتوه وحتى فيكن تحكوا مع المصنع تبعكم إنه بدل ما يطبع الـ FNSKU ويلزقوا على المنتج ممكن إنه الـ FNSKU إذا عم تعملوا packaging إذا عم تعملوا توضيب خاص بالمنتج تبعكم عم ينطبع لإلكن فيه كمان يطبع هيدا الـ Barcode أو هيدا الـ FNSKU بقلب العلبة موباشرة من دون ما يكون ملزق بيطلع محترف وشكله أحلى ومحترف أكتر حاليا لحتى ينبعطوا المنتجات على مستوضع أمازون إن كان بالإمارات وإن كان بالسعودية ضروري إنه يكون عليهم هيدا الـ FNSKU يلي هو الـ Barcode الخاص بمنصة أمازون لحتى تتفادوا كل المشاكل وكل الأمور يلي ممكن تسبب لكم إياها أمازون ورح تسبب تأخير لذلك فعليا أمازون عم يطلبوا إنه نبعط الـ FNSKU لحتى يصير يعني لحتى يصير الـ Receiving إنه أمازون يستقبل المنتجات تبعنا بالمستوضع يصير أسرع هلأ صرتوا تعرفوا شو هو الـ UPC Code وقامتها أنتوا بحاجة لإله وأدي أنتوا بحاجة لكم بار كود وهلأ صرتوا تعرفوا شو هو الـ FNSKU وكيف صار من الواجب تبعكم إنه تستعملوا إذا بدكم تبعطوا منتجاتكم على منصة أمازون إذا على مستوضع أمازون إذا كان عندكم أي سؤال آخر أو أي تعليق ما تنسوا تتكو كل تعليقاتكم بأسفل هيدا الفيديو أنا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديدة باي